تقدر تجري مسافة 44 كم طيب تقدر تعوم نفس المسافة سمعك بتقول لي مستحيل اهو المستحيل ده عملوا بطل من زو الهمم وعبر بحر المنش ورفع عالم مصري في إنجاز تاريخي استثنائي انت انت استثنائي مش زي الباقي شايف بكرة وباصس لبعي انت مش هاد عادية النوز مال عاصلية مفيش مانا وبد التقليل انت اللي لمعت النجوم بتبقى نفعني انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك انت اللي عمره ملاحظة خات انت اكتشاف وين يقدر عليه انت أحلى حاجة فيك قولها انت استثنائي مش زي الباقي شايف بكرة وباصس لبعي انت مش هاد عادية النوز مال عاصلية مفيش مانا وبد التقليل حاول وتعب وفكر اتمسك بالأمل واعرف انك تقدر أصل الحكاية بطولة وانت مصري فانت بطل من حيث المبدأ وده محمد الحسيني بطل مصري في السباحة من زو الهمم ما فرقش معه ظروف وعمل انجاز تاريخي او بمعنى اضق اعجاز اسطوري ورغم انه معرفش حق حلمه في 2017 بسبب بلود التنمية والطيرات الهوائية بس وقف وصمم وقالها عملها يا مصريين وعملها فعلا بعد خمس سنين حكاية الحسيني مش حكاية بطل والسلام ولا انجاز وخلاص هو نموذج ومثل لأي حد ممكن يتحجج بالظروف حاجة تفرح وترفع الرأس والعلم يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة في حاجات كده ما بينفعش تمر مرور الكرام في حاجات ماينفعش تبقى مجرد خبر والسلام في أبطال ماينفعش نقول عليهم أبطال ونسيبهم ونعدي ونكمل المشوار لأ ده احنا نقف عندهم ونرفع لهم التحية زي ما هم بيرفعوا رقابتنا للسماء محمد الحسيني اللي هيكون ده في النهاردة في الفقرة التانية ده عمل انجاز تاريخي بطل مصري من زول همم بطل في السباحة بيعدي بحر المنش واللي ما يعرفش بحر المنش من السادة المشاهدين هو بحر طويل يصل بين انجلترا وفرنسا قدر يعدي البحر كله وقدر يحقق انجاز تاريخي ورقم قياسي وشيء استثنائي بكل المقاييس حاجة كده من الخيال حاجة كده مش طبيعية حاجة كده تقول يا حلوة المصريين ورجلتهم راجل من زول همم عنده الإرادة والحماس ما ينجحش في 2017 ليه زروف طبيعية غزب عنه يصمم ويبقى عنده الإرادة ويجي المطار الكاهرة والناس يستقبلوا ويقول انا هعملها يا مصريين هعملها هعدي بحر المنش بعد خمس سنين يعديه بعد خمس سنين يقول لنا هي دي الإرادة هي دي الحاجة اللي بتقول بلاش بقى تتحجج بالظروف ما تجيش تقول أصل الظروف الصحية أصل الظروف المادية أصل الظروف المرضية أصل الظروف مش عارف البدنية أصل الظروف اللي حوالي أصل مين بيحبني أصل مين بيكرهني أصل بيضايقوني في الشغل أصل بيضايقوني في التدريبات كل الظروف دي حطها تحت رجلو تحت رجلو وكمل المشوار نجاح نجاح باهر نجاح نجاح مدهش نجاح نجاح يخلينا يخلينا نحس إن احنا صغيرين قليلين بنتلكك بظروف كده ملهاش لازمة هو بيقول لا لأ لما تبقى عايز حاجة عاملها لما تبقى عايز حاجة هتقدر انت مصري انت بطل انت تقدر تعالوا شوفوا محمد الحسيني عمل ايه وحكاية محمد الحسيني اللي زي ما قلت لكم هيبقى معايا ضيف عزيز في الفقرة التانية ومحمد الحسيني صديق عزيز ودايما ضيف هنا فيه رقم عشرة تعالوا الأول أقول لكم حكاية محمد الحسيني وزي ما قلت لكم هيبقى معايا في الفقرة التانية تعالوا نشوف محمد الحسيني بطل مصري ولد في 19 ديسمبر 1999 والده قال انه عند علم انه لمعرف انه نجله ولد بمتلازمة دون وبكى وقتها وحاول كتير مع اطباء معروفين في مصر وخارجها لتأهيله وعلاجه وانه كان حريص على استحابه معه في كل مكان ليكون على احتكاج بالناس طوال الوقت محمد الحسيني بطل مصري ولد فيه تسعادات لا ده نفس اللي احنا قلناه نكمل نشوف اللي بعد بدأ البطل محمد الحسيني في ممارسة الرياضة بعمر خمس سنوات داخل نادي الظهور واشترك في العاب القوة الجاري ورمي الجلة والرمح ثم بدأ التدريبات السباحة في عمر ست سنوات واشترك في بطولات محلية على مستوى محافظة القاهرة وبطولات الجمهورية ودائما كان يحصد المدلية الزهبية يحب البطل محمد الحسيني الفوز دائما ولا يستسلم للهزيمة حيث حصد بطولات دولية لا تعد كان من ضمنها بطولة العالم بفلورنس بإيطاليا 2016 وتفاز فيها بأربع ميديليات التحق بأكثر من 12 سباقا على المستويين المحلي والعالمي ولقم محمد بسباح المنش حيث استطاع اكتياز 16 كيلو متر في بحر المنش خلال 7 ساعات متواصلة وكاما في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية بتكريبه خلال أيام الماضية حقق البطل الحسيني إنجازا كبيرا بعبور البحر المنش وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزي لعبور المنش لاعتماده مساعدة رسمية للمدرف المياه المفتوحة وبحر المنش تم اختيار البطل محمد الحسيني ليصبح متحدثة رسمية لللجنة العالية لشؤون الأعاقة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر وخارجها تفوق البطل محمد الحسيني في السنوية العامة حيث حصل على مجموعة 97.2% والتحق بكلية الأداب بجامعة عين شمس وتم تعيينه منصقا لأنشطة زويل هامم بوزارة شباب ورياضة وكذلك حصل على عضوية الاتحاد الرياضي للأعاقات الزهنية شارك البطل محمد الحسيني في التمثيل في أول مسلسل عربي أبطاله من زويل متلازمة دون مسلسل القضايا 404 في عام 2021 فنان كمان رياضي كبير وفنان كمان كلام ده أنت تتكلم فيه واحدة عن 23 سنة ألقاب وأماكن ومراكز وكل حاجة إعجاز بصراحة إعجاز 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 يكون معي وضيف النهار زي ما قلت لكم وهنتكلم في كلام كتير ممتع جدا نشوف حكاية البطل بس تعالوا الأول نشوف أخبارنا النهاردة وأخبارنا النهاردة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية وهنبدأ من عند النادي الأهلي كل التفاصيل اللي أنت عايز تعرفها عن مستقبل فريق الكرة في النادي الأهلي هتعرفها دلوقتي إزاي كابتن محمود الخطيب بيفكر إزاي شركة الكرة في النادي بتفكر في مستقبل فريق النادي الأهلي تعالوا نشوف وحدة وحدة النادي الأهلي يشهد في الفترة الأخيرة اجتماعات مكسفة ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم وبين شركة الكرة بالنادي برئاسة ياسين منصور من أجل التجهيز لشكل فريق الكرة في الموسم الجديد بجانب إعادة هيكلة لجنة التقطيط خصوصا مع بدء عمل شركة الكرة وتم وضع عدة اقتراحات في الأيام المضائية استعرضها رقم 10 يلا بنا تعالوا نشوف أولا هناك اقتراح خرج من شركة الكرة أن يتولى الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ملف الإشراف على الكرة بداية من الموسم الجديد بجانب انضمامه إلى لجنة التقطيط ليصبح عضوا فيها ثانيا شهد اجتماعات الخطيب وشركة الكرة اقتراح بضم أسماء جديدة إلى لجنة التقطيط للكرة مثل علاء ميهوب ووليد صلاح الدين على أن يتواجد الدكتور طاه اسماعيل بدور استشاري وأن تكون اللجنة تحت إدارة الكابتن محمود الخطيب سالسا ودي كانت يعني من المفاجئات تم مناقشة اقتراح يتعلق بالكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق أن يكون له دورا استشاريا في ملف كرة القدم كونه صاحب خبرات فنية وإدارية كبيرة حيث تريد الشركة الاستفادة من خبراته في تأسيس التصور الجديد لشكل الكرة في النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة رابعا بخصوص الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة تم اقتراح تنصيبه مديرا رياضيا للنادي خلال الفترة المقبلة وانضمامه إلى لجنة التخطيط أيضا بجهنب استمراره كمديرا للكرة بالفريق الأول خامسا اقترحت شركة الكرة أن يتم إعداد وليد سليمان كابتن فريق الكرة عقب اعتزاله بنهاية المسم لأن يتولى منصب مدير شؤون اللاعبين بالنادي من خلال إرساله إلى أوروبا للحصول على دورات تدريبية تساعده في عمل الإداري الجديد مع النادي يستحق أما عن توصيات واقتراحات خاصة بفريق الكرة فهي كالتالي الاقتراح الأول هناك شبه اتفاق على رحيل بعض اللاعبين سواء بيع نهاية أو إعارة وهم ركز معي ميكي سوني وبرستاو وصلاح محسن ومحمود وحيد وكهرباء ومحمد محمود بجانب المفاجأة الكبرى وهو المهاجم محمد شريف وده لغضب مسؤولي النادي الأهلي منه بسبب جلوسه للتفاوض مع مسؤولي الزمالي خلال الفترة الماضية كما أن شركة الكرة لا تمانع في رحيل محمد مجدي أفشا شرط الحصول على مقابل مالي كبير يناسب النادي الأهلي ونفس الأمر مع المهاجم حسام حسن الذي تم اكتراح خروجه للأعارة فقط وليس للبيع النهاج كلام مهم الاكتراح الثاني هناك بعض اللاعبين ما زال مصيرهم معلق مع النادي ولم تحسم الشركة موقفهم وأول هؤلاء اللاعبين هو المدافع الرمي الربيعة حيث أن البعض داخل الشركة يرى ضرورة تجديد عقده واستمراره والبعض الآخر يطالب برحيله ونفس الأمر أيضا مع المدافع الآخر محمود متولي الذي تم ترك أمره للمدارب البرتغالي ريكاردو سوارش لتحديد مصيره وفي نفس الوقت مازال الموقف من استمرار محمد هاني غامضا حيث لم يتم تدعيم الجانب الأيمن بلاعب جديد بجانب أكرم توفيه وكريم فؤاد سيتم إعارة هاني الاكتراح الثالث بعض اللاعبين تم التمسك باستمراره معدم رحيلهم على رأسهم المالي أليو ديانج هذا إلى جانب وجود نية في استعادة خدمات أحمد ياسر ريان وعدم تجديد إعارته مرة أخرى وإن كانت هناك بعض الأصوات التي اتطلبت بعدم بقاءه مع الفريق إلا أن الأقرب هو تواجده مع الفريق خلال الموسم المقبل الاكتراح الرابع خلال الفترة الماضية حصل الآله على توقيع العديد من اللاعبين هم مصطفى سعد ميسي وشادي حسين لعبها سيرامية كيلو باترة ومحمد حمدي لاعب برامنز المنتهي تعاقده مع فريقه وعبد الرحمن رجدان كابتن منتخب الشباب بجانب لعب أجنبي آخر وتتجه النية لإتمام هذه الصفقات بجانب إتمام صفقة لعب أجنبي آخر تم ترشيحه من جانب التونسي أنيس بوجلبان لعب الأهلي السابق ويتكتم النادي على اسمه في الوقت الحالي هذا كل ما يخص النادي الأهلي ومستقبل فريق كرة القدم في النادي الأهلي طبعاً الصفقات الجديدة مش هيدي بس لسه لسه الألف في المفاوضات مع لعبين آخرين ولسه في كلام على كثير من اللاعبين حتى الراحلين هي كلها أمور فيها من الحسم الموجود يعني بعض اللاعبين في حسم رحلهم في حسم في موضوع رحلهم وفي لعبين آخرين لسه فيه تفكير هل يبكؤ أم يرحله عن الفريق أنا قلت لحضراتكم هذه المعلومات حتى هذه اللحظة ربما تتغير الأمور أو يحصل فيها أبديتس في الأيام القادمة الساعات القادمة بس حتى هذه اللحظة هذا ما يدور داخل جدران النادي الأهلي كل ما يفكر فيه النادي الأهلي فيما يخص فريق الكرة سواء عن طريق شركة الكرة أو الكابتن محمود الخطيم من إدارة النادي الأهلي بخصوص النادي الأهلي هيواجه بكرة أستن كامبني الفريق اللي بي لسه بيصارع عملية الهبوط في الدوري الممتاز النادي الأهلي هيلعب مع أستن واختار قائمة لهذه المواجهة هي كالتالي عائل لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء في حراسة المرمى خط الدفاع عرامي ربيع ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد نصير وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف وفي خط الوسط أحمد عبدالقادر العائد مرة أخرى ومحمد محمود وميدو نبيل ومحمد فخري وحمد عبدالنبي ورقفة خليل لعب الشاب الرائع جدا اللي بينضم للقائمة الأول مرة وزياد طاري ولويس ميكي سوني وفي خط الهجوم صلاح محسن وحسام حسن وحمد سيد غريب هيغيب عن النادي الأهلي في هذه المواجهة أليو ديانج أو عفوا سوارش حبي رياحه في هذه المواجهة ديانج شارك في كثير من المواجهة الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي وسوارش حبي رياحه دون أي إصابات ودون أي مشاكل ده فيما يخص قائمة النادي الأهلي لمواجهة أسنان كامباني بكرا إن شاء الله روي فيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر في الفترة اللي فاتت تابع أكتر من لاعب مصري بيلعب في أوروبا وأنا كنت تقطع حراراتكم لعبين كتير بيلعبوا مصريين في أوروبا الناس ما تعرفش عنهم حاجة لعبين شباب هو تواصل معاهم وكان فيه إيميلات وشافهم وعرف هم بيلعبوا فين وعرف بيشتغلوا إزاي أنت تتكلم في لعيبة ممكن تكون أسمعها بالنسبة لنا أول مرة نسمع عنها تتكلم في عبدالله حافظ بيلعب في هونتك راكوف البولندي لعب مهاجم وميدو حسام مدافع ومستوى فوزي وأحمد بيسو بيلعبه في فيكتوريا كيزاكوف التشيكي دول لعبين ممكن تشوفوهم في معسكر منتخب مصر القادم أسماء ممكن تسمعها الأول مرة ولكن خلونا نشوف نوسع القاعدة شوية قاعدة منتخب مصر الأول والراجل ده بيشتغل بكل تفصيلة بكل تفصيلة ما بيسيبش حاجة للصدفة بيذاكر بيقرأ بيسمع بيلف على الأندية بيلف على المباراة بيشوف المحترفين المصريين في الخارج مش المحترفين اللي احنا عارفينهم بس فيه محترفين احنا ما نعرفهمش قاعدة منعرفهم مع الراجل عشان ده شغله ودائما كنت بقول كده احنا مش شغلتنا أصلا احنا كأعلمين نوع ندور على المحترفين المصريين محدش يعرفهم ده شغلة الموديلين الفنيين لمنتخب مصر بس كان بعض الناس بصراحة شديدة بتستسهل ولكن اللي اعرفه حسن من اللي ما عرفوش لأ ده منتخب مصر فنتعب ونشتغل ونكتهد فالراجل بيعمل الكلام ده وده شيء مبشر جدا روي بيتوريا كمان رحب بمواجهة منتخب النيجر والديان في الاسكندرية في شهر سبتمبر اللي جاي ليه بقى المواجهة دي هيبقى فيها راحة للعابي النادي الاهلي وهيبدأ يبص على عناصر جديدة وعناصر شابة كثيرة فعايز المواجهة تبقى سهلة وبالتالي هو وافق على هذه المواجهة وغالبا المواجهة هتقام في شهر سبتمبر القادم في الاسكندرية والامور خلاص بشكل جيد رايحة لكده طيب كلام الفترة اللي فاتت عن مدير فني للمنتخب المصري او مدير فني للاتحاد المصري لكرة القادم اتحاد الكرة يعني بيتجه على عدم تعيين مدير فني جديد للجبلية خلفا ليه نيلو بن جادا المدير فني الاخير لاتحاد الكرة وهيتم بس اسناد بعض الامور للكابتن حازمام والكابتن محمد بركات فيما يخص المنتخبات وده اللي حاصل حاليا وهيبقى هم المسؤولين عن هذا الملف كامل وقدون وجود مدير فني لاتحاد الكرة كلام كان على مدير فني اجنب الاتحاد الكرة وده اللي كان اعلن من قبل ولكن يبدو كده ان اتحاد الكرة صرف النظر عن هذه المهمة دي نقطة وين كنت يعني ما كنتش حقيق انا كنت عايزة يبقى فيه مدير فني لاتحاد الكرة مدير فني لاتحاد الكرة دي لهم مهام كثيرة غير المنتخبات مهام كثيرة جدا في تطوير الكورة وتطوير فرق الناشئين في الأندية المصرية وتطوير المسابقات له كذا مهمة بيعملها مش بس إدارة المنتخبات أو الإشراف على المنتخبات أو متابعة المنتخبات طيب نروح له عبدالله السعيد أنتوا عارفين أنه عبدالله السعيد الزمالك خلص معه خلص مع عبدالله السعيد كل الأمور خلصانة مع عبدالله السعيد الزمالك المفروض هيدخل في مفاوضات مع بيرامدز عشان يضم اللاعب بشكل نهاي حتى هذه اللحظة مصدر بسؤول بنادي بيرامدز قالنا في رقم عشرة أنه نادي الزمالك لم يتواصل حتى هذه اللحظة مع بيرامدز وإن كان بيرامدز لن يمانع رحيل عبدالله السعيد في الفترة القادمة بناء على رغبة اللاعب ولكن لسه ما حصلش أي مفاوضات رسمية بين نادي بيرامدز ونادي الزمالك والعكس ده فيما يخص عبدالله السعيد كان في كلام أنه نادي الزمالك هيمشي حمزة المسلوسة وطبعا كلنا كنا عارفين ده يعني من نص الموسم من أول الموسم حمزة المسلوسة ماشي اللاعب اللعب يليك في نادي الزمالك اللاعب لا يقدم مستويات جيدة اللاعب رغم أنه هو لعب دولي تونسي كبير بيلعب في المنتخب التونسي بس ما كانش بيقدم مستويات كبيرة مع نادي الزمالك وطلع السبب كان فيه مش في اللاعب في المدربين اللي بيشتغلوا معا الراجل فريرا جه وحول حمزة المسلوسة حوله خليه لعب عظيم وكبير والزمالك يتأثر جدا في غيابه ويستفيد جدا في وجوده وبالتالي الزمالك صرف النظر تماما عن رحيل حمزة المسلوسة عن الفريق في الفترة القادمة يعني المسلوسة خلاص مكمل معناه دي الزمالك دون رحيل بعد تقلقه في الفترة الأخيرة وده شيء أيضا جيد هو لاعب كبير ولاعب دولي كبير كمان جسفالد فريرا المدير فني النادي الزمالك طلب من جهازه المعاون إعداد تقرير خاص عن محمد عبد السلام مدافع الفريق المعار إلى الاتحاد أسكندري عشان يحدد موقفه من العودة للفريق في الموسم اللي جاي بالقيرة يرغب فيه إجراء مقارنة بين محمد عبد السلام ومحمود شبان اللعب اللي كان سبق وتعاقد معه نادي الزمالك وبدأ أن ينتقل الاتحاد أسكندري بسبب قصة منع القيد في بداية الموسم هو هيشوف مين الأفضل وهيشوف مين اللي هيختاره يرجع نادي الزمالك الفترة اللي جاي طيب نادي أمبي عشان عارف أنه اللاعب ده لعب كبير ولاعب ليه مستقبل كبير جدا جد التعاقده مع أحمد نادر حواش اللاعب المتقلق جدا المميز جدا مع منتخب الشباب وكمان معه أحمد رشدي لاعب منتخب الشباب جدد لهم أقودهم عشان يضمن بقاء اللاعبين أو على الأقل تسويقهم في الفترة اللي جاية كل واحد منهم تم تمديد عقده لمدة خمسة مواسم داشئ جيد ويقولك أنه فيه إدارات بتبقى بتفكر وبتشتغل طويل وقت عام باقي اتنين لعيبة شباب مميزين تقلقوا في بطولة العرب الأخيرة للشباب وبالتالي هيستفيد منهم نادي أمبي في الفترة اللي جاية إن شاء الله سواء زي ما قلت لكم بقاءهم مع أمبيا تقلقوا ويبدأوا أو يبدأ يتم تسويقهم سواء اللي عندها مصرية أو إن شاء الله إن شاء الله أوروبية إن شاء الله أوروبية دايما نقول كده طيب زي ما قلت لكم الفقرة التانية هيكون معنا البطل الرائع الاستثنائي اللي عمل إنجاز أسطوري بعبور بحر المنش فقرة ممتعة جدا أنا أوعدكم أنها هتبقى فقرة ممتعة جدا وأول مرة أقولو كده سمترحوش في أي حد سباح المصري البطل محمد الحسيني بعد هذا الفاصل خليكم موسيقى 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 ما فيش مانا وبد التقليل ايه? تمام الحمد لله. ايه الانجازات دي? انت كل ما بتيجي هنا بيقى معاك بطولة معاك انجاز بس الانجاز المراضي كبير اوي. فعلا انت صح. صح كده? ايه. لا ما انت لازم بتحكي لي كده بقى بالراحة وناخد ونادي مع بعض. انا فاكر في الفين وسبعتاشر انت جيت وقلت حاجة مهم اوي. الفين وسبعتاشر انت لم توفق انك تعبر بحر المانش. قلت ايه وقتها? اذا اقول اول. في سلطان. اه. قبل المكال. يلا. اول سنة. نقطة عايزة اولا لكل الناس. هي نقطة ضعفنا الكبرى هي الاستسلام. يعني بيعلمنا بيستسلمش بيكون عندنا التحدي والاصرال والعزيمة. عشان نروح لهدفنا. ومن الفين وسبعتاشر كنت وانا كنت بوعد لكل مصريين لانا حمل المنش تاني. بفضل لبنا عملت المنش تاني. الحمد لله. والتي نفست كلمتي اهو. لكل مصريين. صح. دي اول رسالة. اول رسالة حلو. تاني رسالة. انا بها دي الناص بتاع المنش لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان لو لا فخامة الرئيس. مفيش حد يدعمنا ورا يشجعنا. مهم. انت كل الناس دعمتك. اه. طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريمه ليك ودعمه ليك وكلنا كنا وراك وكل الناس كانت وراك يا محمد عشان انت شاطر وبطر والناس كلها بتحبك. صح كده? صح. صح كده? صح. طيب احكيلي بقى. فكس كده بقى وتعني مش مع بعض واحدة واحدة. ازاي بدأت العملية دي? ازاي اشتغلت على نفسك عشان تقدر تعدي المنش. اولا حاجة. لازم اعرف عن نفسي الاول. يلا. انا اسمي دلوقتي السباح محمد الحسيني للعابر المنش. كان اسمي السباح محمد الحسيني المراقب السباح المنش. دلوقتي هتكلم عن كسة كفاحاتي. يلا. وانا عندي ست سنين بديت اتضلب سباح. واشتربت في بطرات كتير. وانتخلت تلات بطرات دولية في غلاء. تلات بطرات دولية اللي نزمها كتر خير الشربي. وجاب كل سباحين من كل العيرة. كتر خير الشربي هو اللي نزمها. وروحت كناعة سويس. وكمان في الوقت ده. في الوقت ده. كتر خير شربي. شافني. ان انا سباح متميجز وشاطر. اخترني اقوم بمحاولة فردية لعبور المنش. هي. وراحت كناعة سويس. فرد عالم مصر. وزنه تن وربح. وعمت بيه خمسة كيلو سباحة. وعليه. دي يوم افتتاح كناعة سويس الجديدة. ماشي. وعالم كان وزنه تن وربح. وعمت بيه خمسة كيلو ايه سباحة. هي. كده رحت. لمتخب مصر لبطولة عالم في اتاريا. في فرنس 2016. واشتركت في ثمان سباق اساسيين واربع تتابع. وكنت اصفر سباح في بطولة دي. وكانت كل يوم تدريباتي. يعني عملنا معسكر مقفول في غلدقة. تالس سنين بتدريب في الغلدقة. هي. كل يوم بتدريب خمس ساعات في الساعة تلاتة كيلو. وبتدريب في اي وقت. سبح بالليل عيس الفجر. بقى 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 بقى. هو واسك فيه مدريب. كم تخيل الشالبي. طبع. هو واسك فيه لابنا. مم. مم. لغاة معمت. ها. ستة وتلاتين كيلو طول المنش. الله. ايوه. كان من الله عمرتهم. ها. تلات مرات في حداشر ساعة. متوسطة. تلات مرات. اه. في حداشر ساعة. اه. قبل مسافة بريطانيا. ها. سفرت بريطانيا وتمرنت في البحر بتاع المنش. ها. سياخد على البحر المنش قبل يوم المحاولة. ها. كانت يوم الجمعة. ها. بديت بديت المحاولة. يوم الجمعة. ها. واحد شوية عمد 17 كيلو في سبع ساعات متوسطة. ها. ها. وده كان عندي 17 سنة. ها. كانت محاولة فردية. ها. بس عملنا. بس عملنا تاني. ها. محاولة تعبول المنش تاني. ها. لكن معنا فريق التتابع. ها. كان معنا عاقة ذهنية مع عاقة حركية وسوي. ها. عاملين فريق التتابع. ها. ها. طيب مثل. وقل بلق وقبرتنا كل صعبات. ها. زي ايه. في البحر المنش. ها. زي. ززال. ها. والدوامات وطيارات وبرودة المية ساعة وبرودة المية ساعة والانديل الصغيرة دي صعبات هي الابريتنا بس احنا كنا مصمامين اللي احنا نوصل لهدفنا الززال ده عبارة ايه من بحر الشمال نعم وهي ايد اطرنتي بيجيبوا ززال كنك بتسحبك كده تحت بس انا كومتها بس الحمد لله وفاضل لبنا عبارة نومانش ووصلنا لساحة لفرنسي هيل كم دفقديه بقى في مراضي عمناه 4 و 40 كيلو 4 و 40 كيلو فقديه وقت وعدنا دقيقتين و 12 ساعة 12 ساعة ودقيقتين 12 ساعة ودقيقتين بالزبط وقمت 4 و 40 كيلو في 12 ساعة ودقيقتين ودقيقتين اه انا غالبا لما باجى تمشى 400 متر يا محمد بتعب 400 متر مش 4 و 40 كيلو قوم ده انجاز تاريخي انت فاهم انت فاهم انه انجاز تاريخي انت فاهم ان احنا كمصريين او كناس تمام وانت بتحكي الكصة دي انا متأكد الناس وها بتتفرج بتقول هو ازاي عمل كده هو ازاي قدر يعمل كده طيب انت حاجاتلي قصة الكفاح وازاي اشتغلت انا عايز اكلمك في حاجات شوية نفسية وافهمها انت ما حصلقش ابدا حالة يأس وقلت لا انا مش هقدر بعد 2017 قلت لا انا مش هتيجي معايا بالصراحة اه بالصراحة انا عندي تحدي عندك تحدي وعندي واصرار بالعظيمة انا كده عندي كفاح كفاح كبير وعندي امل كبير انا انا حامل حاجة مشروفة لمصر وعرفة على المصر لفوق مكنت تقول لي ايه ده ده وانا كنت فقدر ده بتتضرب بتتضرب اه دي كان عندي 17 سنة ساعتا بتتضرب دي محونة الفردية العبور المنصر دي كان عندي 17 سنة وهنا بتتضرب في معكبة الخارج هاي هاي لا هتهلنا جماعة هتهلنا جماعة تشيرتي تاني كده من وشه عشان شوفت حاجة كده هه هتلف اوه كنت بتجري قد ايه بقى كل يوم انا كريوم زي ما قلتلك بضرب خمس ساعات في الساحة ثلاثة كيلو بضرب في خيوات زي ما قلتلك صبح بالليل عادي الفكرة طيب اخبص سواصك في الربنا وواصك في مدرب بتاعي هتقولنا جماعة السؤال اللي كان بيجري فيها دي تاني لو سمحتوا بعد اذنكم انت في اي لحظة من اللحظات وانت هناك انت روحت الاول انجلترا مزبوط بريطانيا البداية البداية كانت في انجلترا ونهايت في فرنسا بالزبط صح اعتق دي في انجلترا قبل ما تنزل ما فريق التتابع اه احكيلك احكيلي من اول البداية من جابردوفر جاء احنا بدينا نحاول اصلا ما فريق التتابع ساعة الثلاثة الفكرة في الضرمة مخفتش مخفتش عشان عارف طريقي فين عارف طريقك فين اه عارف وكمل تاعيدي عشان كان عندي تحدي واصلاود وعزيمة وكان وانا كنت واسك في البداية وفي المدرب عشان انا مخفتش مخفتش خالص اه بس كان فيه ظروف صعبة وظروف الصعبة دي كان ممكن في النص تخليكوا تحسوا انه لا احنا مش هنقدر حد فيكو كان بيقول التاني لا احنا مش هنقدر فكان التاني بيحفزه ولا انت كنت واسكين كلهم احنا كلنا بنحافظ بعض ومسان نجع بعض سامحانش سامحانش يأس ولا يستسل لأ احنا في كتف كتف كنت بيحفز بعض وما الحافظ بعض عشان المحاولة تنجح طب انت حاولت بقى وعدت بحر المنش قول لي يعني ايه الناس برضه عشان تفهم يعني ايه تعدي بحر المنش ايه حجم الانجاز ليه هو انجاز كبير هو المنش لاني جاب الافرست مفيش ايه حد يوان فيها اصلا عشان كده ايه انا تعبنا واتهدنا عشان ننصل لهدفنا وعملت كده وعملنا اه مش حاجة سهلة اه حاجة صعبة اه حاجة صعبة انا عايزك تأكد على دي ان هي حاجة صعبة جدا ايه 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 الناس بيقولك انت منا بعرف عون ممكن انزل انا اعون في بحر المنش عادي دي حاجة صعبة جدا اه من بقى كان بيساعدك يا محمد في القصة دي في التمرينات اه كل الناس يعني عايزك تقول لي كل الناس اللي خلوك توصل المرحلة عشان ايه متأكد انك توصل المرحلة دي انت محتاج ناس كتيرة تساعدك سواء انا عارف انو والدك بيوقف دايما معاك وعارف انه بيساعدك في كل حاجة عموان اللي بيحفظوني وكمان بيخلوني اتضرب هم كل أسرتي بيقولولي خليك عندك حافظ خليك عندك ثقة في النفس وخليك وزك في الوقت بالا ستوسط الهدفك والتكل والضرب كويس هي كل أسرتي تابت معي مش بابايا بس لا بابايا واخواتي هيل تعملوا معي كتير تعملوا معك ازاي ازاي بابايا كل يوم يوديني التمرين عشان اتضرب بيتع بعين كل يوم عشان كده كل يوم يوديني التمرين عشان اتضرب بسعر كام سالبع الفجر بعد سالبع بعد سنوات الفجر بنزل اتضرب ماشي وبعد ما خلص وانا كنت بعمل مباشر بس مباشر وانا بنزل اتضرب بعد ما خلص التنمين بروح الكلية او بروح الشغل بتروح الشغل كمان اه كلية او الشغل يعني انت تلعب برياضة بتدرس بتشتغل صح كده اتعندك كم سنة محمد دلوقتي اتنين وعشرين سنة اتنين وعشرين سنة بتعمل كل ده ربنا يحميك ربنا يحميك ويحفظك هتقولنا جماعة اللقطة اللي كنا بنقول عليها من شوية دي عشان هو بيجري لفت نظري حاجة مهمة جد ناشي ايوة وقف هنا ايوة تشرت مين ده اكتب علي مين ده محمد صراح مو اكتبوك محمد صراح بطل لابس تشرت بطل اه محمد صراح بيمثلك ايه وعجبني اللي انت بتجري بتشرت محمد صراح انت اسرع ولا هو انا الاسرع انت الاسرع من محمد صراح قلبك جامد ايوة اسرع منه في العوم ولا اسرع منه في الجاري في العوم في الجاري ايوة في اي حاجة اه بس انا بس هو في الكرة وانا في السباح ايوة تحب محمد صراح اه حب محمد صراح ايوة وصلتم مع بعض في أي وقت؟ هو الفرق بيني وبينه اللي هو في الكورة وأنا في السباحة أيوة بس في حاجة لتشبهكم مع بعض أقول لك إيه هي؟ إيه أنت بطل وهو بطل؟ صح كده؟ دي النزل اللي فينا أنا بطل في السباحة وهعمل صلاح بطل في الكورة بس إيه توتيل لو جلت أنت وهو هتسبقه؟ صح كده؟ صح عشان لو عملنا التحدي ده في يوم من الأيام ما تكسفنيش؟ مش هتكسفني أه؟ على طول مفهاش ألاء دي أه؟ مفهاش ألاء خالص اللي جاي إيه؟ بتحلم بإيه في اللي جاي؟ يعني أنت خالص التعديد بحر المنش أيوة بس إحنا مش بعنيش إحنا عايزين منك حاجات تانية إحنا عايزين منك حاجات تانية إنت بقى بتفكر في إيه؟ تشتغل إزاي؟ أنا فطل موح اللي جاي عايز أعمل كابري نبري ببين جزرتين في أطاريا وأنا بقول لكل مصيرين إلا أنا حد ضلب كويس وحمل كابري نبري ببين جزرتين في أطاريا وهي عرف عالم مصير تاني ترفع عالم مصير تاني أنت فباح المنش مع Dassle Post أول ما عبرته لما وسلت فرنسا من انجلترا للفرنسا رفعت عالم مصر أه؟ لم رفعت عالم مصر عرفنا أن إنت خالص كدة عديته بالزبط صاح كدة؟ إنت رفعت العالم؟ كدس لفعنا العالم كلكم رفعت عالم مصر ولسه هترفع عالم مصير تاني بالزبط أنا بالاء عايزك زي ما احنا متعودين هتوفت تبص على الكاميرا بتاعتك هنا اللي ورايا دي تمام وتقول كلمتين بقى لكل الناس طبعا انا مش ناسي عشان زي جيبت ثاني التمثيل طبعا سنعتها في الانترو لازم انا كنت بمثل في مسال سلسل اسمه قدية ربماية واربعة هي دي اللي اهلتني لان اروح عند الاخراج اشرف عبد الباقي مسلحية اسمه كنز الدنيا ها دي بقى انا كنت فيها اه فنان في تمثيل يعني مسلسل ادير ربماية واربعة ها دي اللي اهلتني لاخراج اشرف عبد الباقي في مسلحية اسمه كنز الدنيا ناو تكمل في التمثيل في الصراحة اه ناو تكمل مين مسك اللي علف التمثيل بتحبي مين في التمثيل اه امير كالارا امير كالارا محمد امام محمد امام بس انت حس ان انت بقى اجمل من مين في التمثيل قول انت بقى لا انا مش هقول انا انا هتقول لانا بتواتي انت هتبقى اجمل من محمد صراح في السرعة اه لما تيجي تبسل بقى هتبقى اجمل من مين بلاش هتنفسك تمثل مع مين نفسك تمثل مع مين اه حلو تقول لده يلا بحقي بقى مثل مع احمد فاهمي مم مع ومع امي القرار ومع امي القرار ومع محمد امام كمان ومع محمد امام اه ماشي هتكامل لي بالكاميرا وتقول كلمة بقى لكل المصريين وتوعدهم بوعد الفترة اللي جاية تفتكد الوعد اللي هاقولها لكل المصريين اتعبوا واخريك عضوكم تحدي واسرال والعزيمة عشان تروحوا عشان تروحوا له هدفكم هاي دي لسلع لنعزقوا له في الاحب محمد شرفت ونورت باليوم مبروك يا حبيبي ودايما بطل ودايما رائع ودايما ما نتحرمش منك دايما نضيف عزيز هنا في البر دايماك انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا يا حبيبي لسه كاملين مع حضراتكم بعد هذا البطل العظيم جدا جدا اللي مر او عدى بحر المنش البطل محمد الحسيني محمد الحسيني عايز يقول حاجة قبل ما نختم فضل يا محمد انا بذكر المعالي الوزير دكتور أصف صبحي طبعا اللي ساعدني وشجعني وكمان شجعني ودعمني وعملني استعدادات استعدادات لانا اروح سيفر لبريطانيا وعملت كسف كسف الرياضة كسف التبلي الرياضي وبشكر الدكتوره معا طبعا وبشكر كمان الدكتور خارج طبعا سرور طبعا طبعا ودكتوره جميلة طبعا لازم بشكرها طبعا طبعا يا حبيبي وانا بشكرك عايز تشكر حالتان الصراحة اه قول انا بشكر كمان برضو مصادر الانساء طبعا بشكر فخامة الرئيس طبعا عبدالفتاح السيسي طبعا الهو عملنا كونين الاعاقة والدمج والسنة كاملة سلي هونت سيكسي فور دايس دي حتاجية الخاصة صحا وكمان عملنا دمج في حالتان اهم دمج في الدراسة جبت سبعة وتسعين وربع في سنوية عامة هاي ودخلت في كورية اداب بجامعة عين شمس سنة تلتة كسم علم التماع وكمان عملنا دمج في الشغل انا بشتغل لا اي حد بشتغل المعين للوزير دكتور أشف طبحي عينني المناصق والمزيع لسؤول الاحتياجات الخاصة المناصق والمزيع لسؤول الاحتياجات الخاصة في مصادر سبب الرياضة يعني انت مزيع اه او بعمل برنامج اسمه بطل نسف واسمت حدي حيل ويكلم عن النامات المشرف فضل انا اضيف الفقرة اللي جاية كابتن اسماعيل يوسف أسطورة منتخب مصر عارف كابتن اسماعيل يوسف لا الكابتن اسماعيل يوسف ده من الأسماعي الكبيرة بس انت عش انت أهلاوي صح عارف انك أهلاوي اه صح كده صح كابتن اسماعيل يوسف ده أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر انت بتقوم اكيد يامد بس هو بقى كالعيب كورة حريفه اوشي تمام تمام قدم لنا بقى كابتن اسماعيل يوسف الفقرة اللي جاية ميز استنوك كابتن اسماعيل يوسف الفقرة الجاية افضل انت أقدمه دلوقتي معانا دلوقتي نموذج الامل الكبير مستاذ يوسف كابتن يوسف ده نجم وسط نادي الزمالك الاسطورة اسطورة الكرة نا عرفه هو اسطورة الكرة نستقبله بقى انت عارف هو نستقبله بقى نروح نستقبل الكابتن الكبير كابتن اسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاصبك بعد هذا الفاصل خليكم معنا ما فيش مانا وبد التقليل انت اللي لمعت النوجو بتبقى نفعنيك انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعليك انت اللي عمره ملاحظة خاف انت اكتشاف ويني يقدر عليك انت أحلى حاجة فيك كلها انت استثنائي مش زي الباقي شايف مكرا وماصص لبعي انت مش هاد عادية النس خلاصية ما فيش مانا وبد التقليل اهلا بحضراتكم مرة اخرى اسطورة الكرة المصرية النجم الكبير كابتن اسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك ومنطق مصر الاصبق ديفي في هذه الفقرة اللي بسعد بيها دائما تجانا وحشني جدا اخبارك ايه وحشني اخبارك عشرة وماشاء الله يعني دائما متقلق وحبيبك كلك دائما وجودك في اي مكان يفرح اي حال سعيد بوجود معك وكل فقرة باجي بقى سعيد انا اسعد جدا عايز اقولك انه حتى تاكم العمل كله بيبقى مبسوت الحمد لله بجانب طبعا من السادة مشاهدين السادة مشاهدين كلهم بيبقى مرحانين الزمالك حلو والزمالك حالته حلوة وانا بقولك الزمالك حالته حلوة انا ببدأ مع حضرتك عشان مش دا الكلام اللي كنا بنقوله قبل الموسم او حتى في الموسم دلوقتي الزمالك مباراة عن مباراة بيبقى هايل حتى مباراة لإسماعيلي ممكن ما تدروش امتياس في الأداء بس فرقة واقفة على رجلها فرقة حتى لو مش في أفضل أحوالها هتقدر تكسب وده اللي غصل بيبقى للزمالك في الفترة الحالية دي حقيقة يعني من بداية الموسم ما كانش حد فينا يا توقع كجمهور يعني زمالكاوي او كناس مهتمين بالكورة داخل نادي الزمالك باستثناء يعني الناس الان في الموضوع جدا زي أمير مرتضى وزي مستشار مرتضى والناس اللعبة الكورة اللي كانت موجودة يعني عارفين مدى قيمة جوزفالد وفريرا الحقيقة يعني صحيح فكان فيه إصرار كبير جدا من البداية على وجوده في التوقيت دوت التوقيت كان صعب جدا 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 فيه طبعا مشاكل كتيرة وكان اللي جان وبعدين جي مجلس منتخب وبعدين في إيه إيقاف ما حد في يناير حصل طبعا كانت مشاكل كبيرة جدا وكان الإصرار موجود أنه يكون موجود لأنه احنا طبعا اشتغلت أنا اشتغلت معاه سنة 2014 و15 طبعا وكلنا كنا موجودين عارفين مدى مصداقية هذا الرجل ومدى تفانيه في شغله ومدى عبقريته ومدى شخصيته القوية جدا المحبوبة في نفس الوقت فكان خدت رحلة ثلاثة شهور أو أربعة شهور مع أمير أنه هو يقنع فريرة أنه هو يكون موجود وطبعا كان السبب الرئيسي أنه احنا جايبينه يعمل مشروع وكان مجلس الإدارة طبعا وأستاذ مرتضى ما طلبوش منه نتائج وده اللي شالت العب الضغوط الضغوط عليه فاشتغل بحرية حتى لما يا كريم لما خسرنا مباراتين واربع صحية ام بي اعتقدوا طلاق على الجيش ما كانش فيه مشاكل وفاكر وقتها بدأت ايه يعني ايه شوية كلام كده بيتقال من تحت لتحت مدرب كبير في السن أصلي كبير لا ده ما عثرتش لأن احنا كنا جايبينه للسنين اللي جاية وينظم الموضوع بداية شغله طبعا الطاقم اللي كان موجود معاه كان طاقم جديد عليه معه ثلاثة برتواليين جديد عليه ماشتغلوش معاه قبل كده وطبعا موجود كابتن اسامة وكابتن احمد عب مقصود وكابتن ايمان طار كطاقم زمالكا ومصري موجود معاه إنما هو نزل اشتغل بي ده ده الفترة من دي وان اشتغل بي ده عشان يعلم المجموعة كلها طبيعة شغله ايه وان هو بيشتغل ازاي ودي كانت بداية الشرارة الموجودة يتتسب ارضية جديدة داخل النادي ومع اللعيبة فيه لعيبة ما تعملتش معاه وفيه لعيبة تعاملت معاه طبعا زي طارق حامد وابو جبل وشكبالة فكان لما تنقل لما ينقلوا الكابتن دول للعيبة غير لما يشوفوا بعنيهم فابتدى وعنده ايمان كبير جدا طبعا بمجموعة الناشئين لان هو اول لما جيه عمل فرقة الامل ويرجع الفضل فيها طبعا لأسامة نبيه ان هو جاب مجموعة اللعيبة اللي موجودة الصوارين دول وبقى يدربهم بطاق ما هو هو الاجنبي قبل التمرين بساعة عشان لا الاول بس عشان كصة فريق الامل دي عدت علينا كتير بس مش فاهمين كوالسها وتفاصيلها يعني ايه فريق الامل فريق الامل دي مجموعة عندنا العيبة من 2001 و2002 2003 2000 في مجموعة كانت معمولة وكابتن قسامة اول لما جيه قبل ما يمسك فريرة كان عامل مجموعتين بيدرب مجموعة اللي هي ممكن ان احنا نحتاجهم مقيدين في القطاع تحت مولي 99 و200 ويقدر يستفيد بيهم طبعا لما هو جيه هو ما بيشتغلش ألا بعدد معين من اللعيبة كاي واحد أجنبي محترم قدير ما بيشتغلش بربعين لعيفل معهم اه لو متفتح ليش بربعين لا ممعرفش يشتغل معهم عايز عدد معين عايز عدد معين فقسم المجموعة الفرقة اللي مخيادة معها فريستيم مع المجموعة التانية اللي هي الموليد يقدر يشتغل معهم المجموعة الأجانب اللي معاه وكابتن قسامة نبي وبقى يجوا قبل التمرين بساعة ونص يمرنوا مع الولاد الصهارين وبعدين هو بالنفسه بقى يجي ويبص ويتابع وكتب تقارير فابتدى ينقي سيد نمار ابتدى ينقي سيف جعفر ابتدى ينقي يوسف حسام يعني ايه حسام عبد المجيد طبعا نديم فابتدى ينقي مجموعة عشان تسد الفراغ اللي موجود وحصل ان بوزيشانات اكتر من مرة حصل مسلوسي تصاب حازم تصاب فابتدى يختارع بقى طريقة لعب تتناسب مع المجموعة اللي موجودة اللي موجودة يضرب عليه صح فهو ده يعني الحقيقة كابتدى يسبقين انت اشتغلت مع فريرة في 2014 بحب انا بين السطور او الكواليس ايه المميز في فريرة ايه المميز في شخصيته داخل غرف خلع الملابس ازاي بتعمل مع اللعبين يعني وقت يتقل لك انه الميزة في فريرة انه قوش شخصية جدا وبيزعق وبيشخط والناس تقول لك لا ده هو شخص لطيف جدا وبيساعد اللعبين بس انا عشان افهم الفلسفة بتاعته ازاي قدر يخلي الشباب ينزلوا يلعبوا بشكل رائع جدا وزاي يخلي اللعابين كبار مثلا زي الشكبالة ممكن يقبل يقضي عدكة ومبسوط ويبقى قائد للفريق وبدون اي مدير ازاي تقدر تعمل كل ده؟ هو كارزمة شخصية هو قوش شخصية جدا في الشغل انما خارج نطاق الشغل لطيف جدا مع اللعب وبعدين في نقطة مهمة جدا مقنع للعيبة وعادل يعني لما ولد صغير بيلعب بيددير على طول لظروف ما يعني مثلا سيد نمار جاي فترة لعب لما حمزة كان مصاب وحزم امام مصاب لما رجع برضو لعب فبقى فيه اقناع وفي نفس الوقت هو بيحافظ على بيحافظ على كيان اللعبة الموجودة بالكبار زي شيكا وعارف ان هو ممكن يبدأ بيل ماتش او يلعبه نص ساعة وهي في حالة حب كريم معمتنين وفي حالة قناعة كده موجودة ما بين الطرفين شكبالة كابتن اسماعيل في الاول لما كان كارتيرون موجود شكبالة كان بيستهلك كنت بحيس انه كارتيرون بيحرق شكبالة والشكبالة مش قادر يفيد الفريق فك انك تبدأ بيه المباريات كلها تبدأ بيه وتشغله يجري بقى يدفع ويهاجم ويشتغل بدني كبير جدا في اول المباريات انا طلعت كده وقلت يا جماعة ما هو شكبالة مش المفروض يتحرق كده انت ممكن تستفيد بين شكبالة جدا لصالح الفريق وتخليه هو كمان يستفيد جدا وده اللي حصل مع فريرة يعني فريرة طبعا قاعد مع كابتن فريرة خلي بالك برضو شكبالة اتشالت من عليه الضغوط بوجود نجم بيدير الفريق نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا فريرة نجم وجمهور الزمالك كله حطت عليه امل كبير وحتى قبل من انتعاقد معه كل الناس تقول عايزين فريرة فطبعا هو جاي على احصان راجل بروف بالنسبة لنا فده اشالة الضغوط برضو من على شكبالة اي حاجة بتحصل شكبالة كان بيشيلها لكن دلوقتي لا فيه مدرب وفيه فريق والامور دي رياحة شكبالة نفسيا داخل الملع فهو فيه اوقات مع كارتيرون كان بيبقى جاي من فترة اصابة ويلعيبه وماتش كله طبعا انت بتحرقه يعني هو بيتعامل معه كنجم كبير جدا ويقدر يستفيد بيه وده ظاهر في مستوى شكبالة للخطرة اللي فاتة ليه جي سبالته بريلا رجع يعني احنا منتكلم في اسم كبير بعد الزمالك راح في كزا تجربة اخرى كان بيتقاضى طبعا اموال كبيرة جدا اكيد ممكن عندها مصرية ما تقدرش تدفع لا اهلي ولا زمالك ولا اي نادي وكان وكنا سمعنا كان معي زميلنا الصحفي احمد الهواري مبارح انه كان عنده عرض من عشر شهور من النادي وهو مرديش وهو مرديش بس كان في عرض كان في عرض من النادي الالي وهو مرديش مرديش ليه؟ هو مرتبط عاطفيا بناتز مالك وجمه الناتز مالك دي حقيقة لان بقالنا احنا حوالي اربع سنين كل سنة بينكلموا عشان يرجع دي حقيقة والفايصل طبعا لما راح له امير وقاعد فترة كبيرة اسبوع هناك انه هو يتكلم معاه واقنعه واقنع طبعا الكلمة الفصلة كانت مادام فرير اهيه اللي اقنعك اهيه بتحب مصر جدا وعاشت فيها قبل كده وكانت مبسوطة جدا فاقنعيته هو موضوع الفلوس اللي بياخده في نهاية زمالك اقل كتير جدا من اللي بياخده هو مش جاه عشان الفلوس على فكرة لانه هو ما شاء الله معدي من زماني فهو مش جاه عشان الفلوس والمبلغ اللي هو بياخده ده مايستهلش اسمه هو المفروض ياخد قد كده اربع خمس مرات لكن هو جاي حبا في النادي وفي جمهور النادي عايز يعمل حاجة والتواجد في مصر وهو كان يتكلم في اكتر محوانا كنت تفرج له على حوارات هو برا مصر سواء كان في قطر او في البرتغال ويتحدث عن حب النادي الزمالك حواراته برا مصر زي هو مصر هو راجل ده ستريت جدا لا انا اقصد انه دايما حتى هو برا مصر كان يتحدث عن نادي الزمالك وحب جمال نادي الزمالك جدا في مصر افهم انه هو يتكلم عن الزمالك وحب نادي الزمالك بطبيعة الحال بس الدليل على حب النادي الزمالك انه بيقول الكلام ده كمان في حواراته لا ده حقيقا يعني هو مرتبط جدا بالفترة 2014 لما اخد دوري وكاس ولقى دادير وحب واحترام كبير جدا من جمهور نادي الزمالك وده كان سبب رئيسي طبعا انه هو يكون موجود معنا الدوري يقترب من نادي الزمالك يقترب كثيرا ما بحبش دايما نقول ان حسم وانا عارف ان حركت كمان مش تحب تقول ان حسم عشان كرة لسه ادام لسه في الملعب النتائج فلازم يلاقيبه كمان تبقى فهم الكلام ده كويس وكمان المنافسين سواء الاغلاء وبرمزم عندهم نفس الاراضة ان هما يكملوا بس احنا بنتكلم فوقع الوقع بيقول انه الزمالك اقترب كثيرا بعد فوزه بالكاس انه يفوز بالدوري الممتاز وبدأ السؤال عند جمعين نادي الزمالك ماذا بعد احنا عملنا موسم ده موسم استثنائش هو ماذا بعد ماذا بعد للاصطف الخاص بقدرة تكوره في نادي الزمالك انما قبل ماذا بعد احنا الان يعني احنا في دلوقتي احنا في اربع موبرات وعلى فكرة كريم طبيعة شخصية من طبيعة مستر فريرا بلغة الكورة بتاعتنا هو نيكا دي شوي بمعنى يعني يكسب بطولة تاني يوم في تمرين يعني مش هصة بقى وفرح العمدة وكلام ده لا لا ما عندوش كلام ده نشتغل على طول اه يعني دايما دايما مثلا جمهورنا لما نكسب بطولة او نكسب موبرات ديربي او ده بيقلقنا نخلي بالنا من المبارات جاية لا هو هو الموضوع عندو شغل واسم عايز احافظ عليه ونتايج هو جاي وهدف هو عايز احققه فده عود اللعيبة يعني بعد كل موبرات حتى لما حد بيكلمني خارج يعني النادي يقول لي ونبي قول لي لعيبة ما تستهلش علوم احنا معنا واحد يعني ما بيهزرش يبدع شغل انا اقتلك قبل ما نخش على الهواء في موبرات الاسماعيلي جي مشهد عليه في كرة كاية لمحمد الشامي جات في العرضة الاسماعيلي والكاية الكاميرا جات على فريرة على طول بصص بصة لا لا انا عاشي على الصامين بص بصة تخوف لا هو حازم وصارم وعارف هو بيعمل ايه وهو دايما ليه مقولة شعيرا ان ايه ما نفرحش لما البطولات اخلص ودي بيصدرها للعيبة على طول وتلاقيه قبل التمرين بتاع اللعيبة بساعتين وخصوصا في المبارات او في البطولات اللي احنا بناخدها بيجي بدري قبل الناس كلها ويقعد في الملعب ويشتق فده ادى انطباع للعيبة ان الموضوع لا ده شغل وبجد وامال ملايين حوالينا فماذا بعد في حاجات ان شاء الله هتتعامل طبعا لا انا مش بكلمك على ماذا بعد كمان تحديدا على فكرة مين اللي ينضمه ومين اللي ينضمه لا انا ما اقصدش كده انا اقصد انه انت دلوقتي لو كنت معي من 4-5 شهور وسأل ركب اسماعيل تحب مين يمشي من نادي الزمالك كان وارد تقولي نص الفرق تقولي والله ده ما ينفعش يلعب من الزمالك وده ما يلبس شرط الزمالك دلوقتي ممكن تقولي ولا واحد يمشي من الفرق وعايزين عليهم هو بالنسبة 99% ده يحسن ان هو عنده طبعا بعد التجربة الكبيرة الرائعة اللي هو عملها وفي دعم من قطاع الناشئين موجود وطبعا بمناسبة قطاع الناشئين بيشكر كل الناس اللي موجودة في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا اللي قادروا يكونوا قاعدة كويسة جدا وقاعدة دي ما كانتش تظهر للأضواء الا في وجود فرر حقيقي صح بصلاح صح جريء وقلبه ميت يعني يعني هو اه الظروف حطته في موقف لكن كان ممكن اي حد تاني ضحي باللعيبة كبار ويلعب اقولك بصراحة وهجبها من عندنا الاول الاعلام فرر احراجنا كلنا احراج مدربين وإداريين واعلاميين فكرة انه كنا دايما نطلع نقول لا ما اقول عالي وزا ما جميعا مشاين فعلقوا بناشئين عشان يعني لازم يبقى فيه خبرات وبتاع دي بطولات هتلاقي مدرب يجي اشتغل معرفة لي يقولك لا انا هلعب بناشئين واجه اخسر وبقى يقولك لقيبت بناشئين ليه تلاقي ادارات يجي يقولك اشتري بل 12 و 15 اللعب عشان الناس ما تزعلش مني فكلنا كلنا اغير المفاهيم يعني حتى بقى فيه سقف دلوقتي جوه النادي وبدجت ليه اللي هنشتريه او اللي هيقعد ايوه يعني الموضوع كان السنة اللي فاتت واللي قبلها كان مفتوح قوي 30 مليون 50 مليون بيطلبوا طلبات بقى لان كان فيه اللعيبة كان مركز كورا فيه لعيبة مركز كورا في النادي اه عمتا في مصر اه فيه مركز كورا لان كانوا بيتعاملوا مع بعض الناس في الميديا وبعض الناس في المتاع فقديم اوياهم ومخليها فيه رهبة من اي مدير فني مصري او اجنبي ما عندهش شخصية ان هو يلاقي يا عم لا احط فلان احط فلان لا هو ما عندهش اللي بيغلط معاه مرة واتنين التالتة ما بيلاقيش نفسه يعني ده حقيقة ويه التوفيق بقى اللي بيجي ان احنا فيه اوقات ان احنا بناخد فيها عنصر اللي هو المبدأ وتخسر لا هو خد مبادئ معينة وربنا وفقه وكسب زي ما اسامة لا اسامة نبيه يعني حصل موقفين قبل ما ييجي مستر فريرا مباراة فيوتشار اعتقد وكان مباراة بعدها مش عارف مباراة ايه كسب هو المبارتين هو خد موقف لان فيه ناس لعيبة اتأخرت ولعيبة مهمة جدا وحطاها بره خالص ولعب ناس تانية وكسب المباراة بعد اما كانت خسران اثنين صفر كسب ثلاثة اثنين فمهم جدا كمان ان يبقى لما تاخد المبدأ فيه ربنا اسمه العدل يعني فيه توفيق بيحصل بتكسب فده اشارة من ربنا اسمه ان انت ايه ماشي صح ولما خسر المباراتين مع طلاق الجيش وامبي محدش كلمه وهو كان ماشي صح فيه الاخر ايه فرق ايه فرق اللي بناده وفيه مبارات كتيره يعني الناتزة مالك ما كانش افضل حاجة بس كان فيه توفيق وقدرنا ان احنا نفوز بتلات نقاط فيه تركيز هو مدرب لمجموعة لعيبة مش لنجم ودي نقطة مهمة جدا هو يقدر يدرب مجموعة بس المجموعة دي اللي كان جابها ما كانش في مين اختياره مثلا قال له مجموعة الناشئين اللي كانت موجود مزبوط انما فيما بعد المجموعة اي حد هيخش على الفرقة هيبقى برضو من اختياره الشخصي حالك قلتني انه قطرت مرتاح الهمية واسبتك تسترسل بس مردودش قطعك فيه ولا تسألهلك فكرة انه الزمالك هيحط بادجت للعبين الجدد والعقود الجديدة او التجديد واللي تجرق او اول مثلا ايه اللي خلاننا تجرق ان انا اعمل كده ان انا بقى شفت الناشئين اللي عندي انا خلاص انا حبيب تجي تلعب في الزمالك وسعيدة بقى هقدر اقولك كده حبيب تجي تلعب في الزمالك اهلا وسهلاك فيه اربعة خمسة في الناشئين تحت نفس المستوى الولاد لسه ملعبوش مستنين فرصة تعرف ان انت قاسة تحطه في قفص مستني تفتح له القفص عشان يطير مشايف زميله وفي نفس الوقت زميله اللي طلع دول اللي بخستع منهم او يدلع منهم مع الرجل يعني يوسف او اي حد لازم مقبر طول ما الرجل ده موجود ان يمشي بنفس المستوى ان هو يبقى يعافر ويتاكلنج ويموت نفسه هو مش يلعب اساسي كده من بابل الطاق صمع بمجيد لا لازم في بدايتك تفضل عشر سنين لغاية نهايتك في المستوى لو انا لعب شاب وخدت التواهم وبقيت الناس تقول اسمي وبقيت نجل فخلاص تدلع شوية بقى لا حتى لو اي حد من الولاد دول تدلع شوية ولقيته برا يبقى الولد السبب اه تفهم على طول ان هو ما بقاش يتمرن زي الاول هو عادل عشان كده اللعيبة بتخاف منه وتحبه يعني وفيه قناعة تمه بيه فيه نقطة مهمة كابتان اسماعيل برده ودي برده برده الشباب او بريرا او مع الكابتان اسماعي نبيه طبعا برده هم اللي جراؤوا في هذا الامر زمان لما كان يبقى عندك لاعب زي طريق حامد لاعب زي محمد ابو جبل حتى اشرب من شرق اللي مش بشكل محترم جدا طبعا لما يبقى عندك لعبة كبيرة زي دي هتلاقي ضغط جماهيري وهتلاقي النادي نفسه الواحده مش هقول مثلا بيتحايل عليهم بس هيفضل يفوضهم للنهار عشان يكملوا مع الفريق دلوقتي قالوا والله اللي عايز دي مش يتفضل وحطينا بادجيت بادجيت الإدارة حطت بادجيت أميره وعادنا ده بادجيت اللي هنشتغل عليه يعني هو اللي شجعنا في كده طبعا وجود الراجل ومستوى الولاد ومستوى القطاع اللي بعد فيه 2003 اللعيبة مميزة جدا برضو ان شاء الله يبقى ليها دور في الفترة اللي جاي على حسب احتياجات مستر فريرو على حسب احتياجات النادي والبوزيشونات يعني هو البادجيت ده كان محلوط الأشرب من شرق برضو يعني حسب معرومياتي من الزمالك كان عنده استعداد يدفع طبعا عندنا استعداد كامل لكن هو ما تكلمش في فلوس يعني المرة اللي فاتت لما جيت مع حضرتك هنا انا اتكلمت ان هو ما نغشش في فلوس هو يعني هو عايز يخرج يعمل تجربة تانية في جو تاني خلاص يعني بالنسبة له قفرت فما تكلمش هو في فلوس واحنا كان فيه بادجيت ما حتطلو والبادجيت ده اعتقد ان هو كان يتناسب معه جدا ومعه قريب من الخدو يعني مش نفس المستوى بس يعني حب جمهور زمالك يعوض بالنسبة له الفرق لكن هو من اول يوم قال انا يعني مش هيكمل في مصر طب لو كان موفقش في التعاقد مع النادي اللي التعاقد مع الجزيل اماراتي او نادي اخر كان يرجع انادي الزامر وكان هلاقي الباب مفتوح لان هو كان صريح من البداية وفضل معانا لغاية اخر يوم ما تخلفش يوم ما عملش ان هو مصاب يوم لا هو من اول يوم قعد مع امير وقال له انا الموضوع واحدين ثلاثة امشي كامل فواص انا 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 وعايز امشي بعد نهاية الكاسة وانا يعني ملتزم التزام كامل مع ان ان ممكن كان يمشي في واحد ثلاثين ستة صحيح صحيح يعني عادي زي سي سي لحفل تليفونه بالزبط ومشي يعني لكن هو محترم فالباب كان يفضل مفتوح في اي وقت وليه الباب ما يبقاش مفتوح لمحمد ابو جبل دي دي مشكلة كبيرة يعني لان برضو مشكلة ابو جبل كانت موجودة في وقت اللجنة لان هو مضى في الفترة دي مع نادي النصر فالموضوع يعني بالنسبة له كان مقفول ان هو مسافر خلاص يعني وهو قعد مع مستشار مرتضى وامير وطلب ان هو يفسخ العقد ويمشي لان خلاص هو في النصر استعود ده التكملة بقى يعني هو مضى الاول مع اللجنة وبعد كده في الاواخر قال ان انا همشي خلاص خلاص يعني هو فعمل الفسخ ومشي فحصلت له مشاكل بقى هناك فالرجوع يبقى صعب جدا لان عواد موجود في اتنين حراس صغيرين موجودين هتبقى في مشكلة تحصل بقى زمزقة وانه يخش في مشاكل فيما بعد فطبعا السبب يعني انت فراقي مقفول لمحمد ابقابل لاسباب فنية والاسباب تتعلق بانه ساب النادي فوقت صعب انه مضى مع فريق تاني فوقت محمد ابقابل حارس مرمى كبيرة وعمل خمس ست سنين معنات زمالك يعني بزل كل جهده فيها انما في اسباب اخرى ان توقيت تنوحش ان هو يمشي فيه انت عارف يعني ولد ولد زي نمار ولد صغيرة ونديم ونديم حارس مرمى وسيد حارس المرمى الثالث واحنا التجربة ما كانتش ايه لسه الرؤية ما كانتش انت عايز كل واحد كبير او نجم كبيرة او لعب كبير عايزوا يسند معك دلوس في الظروف الصعب دي يسند معك بتنشأ على اي حد يكون موجود لا واحنا بدلنا نسأل السؤال الصعب هو لقدر الله لقدر الله كانت صاب محمد عوات في اي لحظة من اللحظات مع كامل الاحترام للصغيرين الشباب بس فيها رزك فيها رزك جبير انت ستبتني فوقت الرزك يعني الموضوع يعني بكل احترام وادب وده اعلنوا امير امبارح بل الزبط ان الامور صعبة لسه مكملين مع اسطورة كرة القدم المصرية كابتننا الكبير كابتن اسماعيل يوسف بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله الحوار دايما ممتع جدا جدا مع الكابتن اسماعيل يوسف بصراحة عملا بص على الوقت واحنا في الفاصل حس الوقت بيجري زي الساروخ يعني كابتن اسماعيل دايما عزيز جميل كلمنا شوية عن زيزو قبل الفاصل كلمنا اعافن كلمنا عن ابو جبل لسه هنيجي على زيزله كتير كلمنا عن ابو جبل ولسه ما كلمناش عن طارق حمد شاف ان طارق حمد مشي بالطريقة السليمة من نادي الزمالك ولا شاف ان طارق حمد كان المفروض يمشي بطريقة افضل من نادي الفرقة بتتسند عليه إنما التوقيت هو اختار اختيار صعب شوية يعني برضو ودي يمكن اتكلمت فيها مع طارق يعني طارق طبعا كلنا بنحبه وكل جمهور الزمالك بيحبه وكان حط عليه أمل كبير جدا مع مجموعة الشباب ومع ظروف صعبة اللي احنا كنا بنمر بيها إنه هو يبقى موجود لما جات له الإصابة الإصابة حصل فيها نوع من من الشك شوية بعض الشيء إنه هو راح غاب فترة واستأزم من مستر فريرا إنه هو يغيب أسبوع كان هو ما قوف مباراة أمي أعتقد كان هو أخذ انظار ثالث والأسبوع ده طول فترة كبيرة خمسين يوم فدخلت شكوك إنه أنت مش عايز يعني إيه يكمل الموضوع ده طبعا هو كان لازم من البداية حتى لو هو كان ماضي في يناير كان كان يقعد مع إدارة الكورة ويكافلت كم ماضي في يناير؟ أعتقد حتى لو يعني ما فيهاش مشكلة برضو لإن نتزة مالك مش يوقف يعني قدام مستقبل طارق وفيه أمثلة لكده يعني محمد عبد الشافي كان برضو في عهد المستشار المرتضى إنه هو كان باكليفت الأساسي كان من كابتن حسام حسن هو اللي ماسك الفريق وقتها وما كانش عندنا اللي باكليفت واحدة وهو طلب طلب شافوي وكتابي من أستاذ مرتضى إنه عايز يسافر لإنه عايز يأمي المستقبل لإنه فعلا وكلنا كنا محبة عبد الشافي فراح ثلاث سنين أو أربعة سنين أهل جدة ورجع تاني ناس زمالك لما رجع الناس الباب كان مفتوح له وما فيش مشكلة بس هو كان صريح في الأول هو طريق بس يعيبه الجزئية دي إنه هو ما كانش يعني صريح وفترة الإصابة طالت فالراجل خلاص يعني عمل بديل رؤى ودخل إسلام جابر ودخل سفر وجعفر يعني ودي ميزة من مميزات المدرب الكبيرة إنه هو شغل باله باللعيبة اللي معاه ومفرر ما بشتغلش باله باللعيبة اللي برا أو اللي مش عايز يكمل معاه أو مش مدرب هيجيلك أنت تقدر يقول لك لأ حقول لأ جماعة خلاصوتي فصة طريق حامد دي أنا مش هفلع من غيره يعني أنت عاملين لمشاكل هو في البداية يعني من الناس اللي كان حاططها إنها تبقى موجودة معاه للفترات اللي جاية طريق لكن لما حصل موقف ده طبعا بالنسبة له كان صعب جدا فشغل نفسه بالبديل وطور أداء وحط يعني طريق تفتكر يبقى أبدا مفتوحا بالنسبة له في المستقبل؟ يعني هتبقى صعبة ورد صعبة هتبقى صعبة هتبقى صعبة اللي هي اللي هي لقدة سنوات طويلة في أندية كبيرة وعملوا تاريخ كبير يجي آخر مشهد ليهم ما يكونش مشهد جاي وطارق بالذات أنا بقول لك أنا صعبان عليا أنا صعبان عليا جدا ليه؟ إنه عنده مشاهد كتير عظيمة لا لكتير هو الحقيقة كل مشاهده مع نادي الزمالك لجولة ومسؤولية لجولة وجدعانة حتى لو الزمالك كان في وقت مش كويس كتلاقي طريقا كان هو نمر واحد على طول وما كانش بيتأخر وفيه كان فترة مستحقات متأخرة ولفنوس ما كانش بيتكلم الحقيقة يعني بس هي غلطة الشاطر بقى بمية كده بكتير غلطة الشاطر قدامنا هذه الزمالك بكتير قوي أكتر من مية زيزو سيبلع سيجمرة لوحدها كده فقرة لوحدها زيزو مستوى مذهش مستوى مبهر ما تقدرش يعني ما فيش تنين هيقدروا يختلفوا إنه أفضل لها في مصر دلوقتي صعب تختلفوا إزاي غسل المرحلة دي يا حمد سيزو إزاي بقى بالتواهج ده والنطج ده كمان عشان نطج التكتيكي والفن في الملعب يعني كان عنده بعض المميزات الرائعة دلوقتي تقريبا بقى عنده شبه يعني كل المميزات زيزو في حاجتين هو طبعا بيشتغل على نفسه طور نفسه كان محترف من هو عنده عشر سنين في وديدجلة وراح بلجيكا وراح البرتغال ولف لفة كده فالتربية بتاعته في وجود والده ودي نقطة مهمة جدا لان انا عدت مع والده أكثر من مرة والده كان لعيب كورة ورجل جميل جدا ومحترب هو اللي بيشتغل عليه على طول وهو طبعا زيزو والده مسأل الأعلى فبيسمع كلامه فدي جزئية ان هو على طول شغال معاه حتى بدايته مع ميستر جروس ودي نقطة مهمة جدا أمير لما عرضوا علي في فيديو قال لي العده كويس تجينا وكده شفته وطلقه كويس جدا كنت بحسبه أجنبي هو أشقره فقال لي ده مصري وفي القضى اللي جمبي كانت في القضى اللي جمبينا انا معرفش فيها هو والده ومضى العقد وابتدى يشتغل حتى في أول تمرينة طبعا هو ميستر جروس قال ان هو مش محتاجه مش محتاج إضافاته مش محتاج زيزه مش محتاج يعني مش عايز لعيبة لازم انا اللي جيبها يعني فقالنا له ده مشروع بالنسبة للنادي والد صغير وتكلم مع عاملين مش رفضه عشان لعيبه برساية مش عايز لعيبة جديدة مش عايز لعيبة وبتاع فاتمرن ما كانش بلعب في الأول في الأول ودي نقطة برضو في شخصية دي ده هو عنده شخصية يعني متربي صلب هو طبعا من المينيا الصعيد اي زي حلاتنا جدع راجل فما أصرش عليه مستحبك كتير عشان ليه علاقة بالصعيد فما أصرش عليه اللي هو اللي يبقى برقة وبرقة التمنتاشر لأ كان بيتمرن وبتمرن كويس جدا قاعد فترة فعلا ما بيلعبش موجود بس ما بيلعبش خالص وده ما زهقوش ودي برضو قدت له صلبة في شخصيته لما ابتدى يلعب ابتدى مستوية تطور يلعب بالتكتك اللي بيقوله الهيد كوتش الأول ويخرج منه في كل مباراة زيادة عن التكتك ده حاجة بسيطة يعني الأول زيزو ما كانش بيروح الجول كان الفينشين بتاعه مش زي دلوقتي الأوفر بتاعه كل يوم زيزو بيطور نفسه بيشتغل 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 بيتمرين حتى لما بيبقى التمرين خلص في بعض الفترات بيشتغل لوحده يعني في حاجات يعمل كروسات ويعمل أوفرات يعني واخد الموضوع شغل زيادة ان هو هوية هو بيحبها بقى تحتراف بالنسبة له فحياته الشخصية لو شفته شخصي كده تقول ان هو هيوصل للمكانة دي زيزو الثاني فادت فعلاً كان عنده عرض من النادي العلي لا انا ما عرفش ما تعرفش المنادي بس بذكر بريرة كان عنده عرض من النادي زيزو بقى وده خلاص دي حاجة واضحة ومعروفة عند كل الناس انه زيزو عنده شرط الجزائف لما مضى التجديد مع اللاجنة اللي فاتت وحسب معلوماتي انه الشرط الجزائي ده شرط قليل اي نادي ممكن يخش وياخد اللاعب وحسب معلوماتي برضه ان زيزو رافض تماماً استغلال الشرط الجزائي ده فعرض اوروبا او عرض محلي يعني مش هيستغله في ايه العظم المحل فعلاً ده الكلام ده هو زيزو قاله نفسه المشار مرتضى وقاله الامير ووالده المستحيل ان انا استخدم شرط الجزائي قدام نادي زمالك نادي زمالك عمل زيزو وعمل ابني هو الولد يعني هو محترم جداً هو مفيش مشكلة يعني حتى التقدير المادي بالنسبة لزيزو بما يتناسب مع اللي بيبذلو دخل الملعب مش اهداف بس يعني لا هو روح ومجهود وعلاقته وعلاقته بين زميل دي تخلي نادي زمالك يعني بالنسبة له مفيش مشكلة في التقدير المادي يعني تفتكر زيزو هيكمل مع زمالك السنة الجاية تفتكر هيكمل يعني انا بقول مثلاً لو جاله عرض مغري من قربة عرض مغري من حتى لا لا ان شاء الله هيكمل هو عايز يكمل طبعاً في المستوى ده طبعاً في اللاعبين عالي بكتير انما هو مرتبط جداً بالنادي ومرتبط بزمعيله ومرتبط جمهور النادي والتقدير المادي نازمالك ما بتأخرش يعني عن الولاد والمخلصين يعني ممكن يبقى فيه تعديل كمان النادي اوي اوي ممكن يبقى فيه تعديل في الشرط الجزائي يتشال خالص هو بصراحة شديدة اي نادي محترف ليش مع مجلس الإضارة برضا؟ جي في وضع صعب جدا يعني في حاجات انا طبعاً عمري بحترم كل من دخل نازمالك وقدر نازمالك كل واحد بيحاول يكتهاد بطريقة بس اكتهاد يدمر يعني في حاجات كتيرة في شروط جزائية صعب جداً خصوصاً مع العيبة مميزة او مع حراس مرمى بروميسنج نحط شرط جزائي بسيط ويبقى مش بتاعنا يعني انا بطلعه عشان يلعب ويكتسب خبرات ويرجع لي تاني خصوصاً ان انا شاريه بمعلك كبير لما كان في بيتروجيت على صبح يعني ماينفعش ان انا حط شرط جزائي وانا باعمل العارة دي عشان ان هو يلعب ويكتسب خضرات ويرجع على الناس زمالكتان 22 مليون ده رقم في النهاية اي حد يدري اه طبعاً حاجة بسيطة ممكن يكون قلة خبرات تصرع لكن طبعاً فالامور دي ورسها المجلس ده في بحاول يحل فيها حاجات كتيراً مش دي بس صحيح مران الحمدي تفتكر هيرجع على الزمالكتان ملي جاي اعتقد من اسماية اللي موجود اعتقد طبعاً دعيب عمل شغلة عظيم جداً كل اللي موجود اعراض طبعاً زي مين يا كابتن اسماية كل اللي موجود بره اعراض يعني عندنا محمد العب سلام في شبانة في الناس كتير عمر كمال هيرجع؟ عمر كمال عبدالواحد عمر حالته الكيس بتاعته مختلفة شوية اللي who العيب نات الزمالك ولما حصل الإقاف واخد فلوس من نات الزمالك لما حصل الإقاف هو اه راحة في اتشاره مضى الموضوع يتحل ودي يعني ودي لكن هوا في الأساس هوا جاي واخد فلوس من نات الزمالك هو اللي عايز يلعج في نات الزمالك يعني الزمالك ايأ اكتر الملكز اللي هيتبقى ماحتاج فيها دعم الفترة لجاية؟ علشان برضى انا عارف انك مش هتقول ياتسميتي ولا ت BARTHY احزئ بس الملاكز اللي الزمالك هيفكر يدعمها الفترة اللي جاي يعني الواضحة وضوح العيان بالنسبة لو هتلعب بنفس الطريقة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة هتحتاج سردباك كمان طبعا ملف المعارين بيتحط قدام مستر فريرا هو اللي بياخد القرار يعني حد شفينا بياخد القرار جزء الفني في احتياجاته حد في الاحتياجات الفنية بالنسبة له اذا كان عايز رقم ستة عايز رقم تمانية عايز وينجرز عايز سردباك تاني يعني ممكن طرف يمين وخصوصا انت لو هتلعب بتلاتة هتبقى سيد نمار دوره مهم ومحتاج برضو ناحية تانية فتوح موجود وفي عبدالشافي وفي عبدالله جمعة وفي حازم هنا انما انت في اوقات بيلعب بتلاتة وفي اوقات بيلعب باربعة لو زي مثلا الشوت التاني في الدوري في مبارات الاهلي لعب باربعة جاب هدفين ورجع لعب بتلاتة يعني هو عنده مرونة في القصة المهمة التوتالة بتاعت الفرقة ما تزيدش عن 25 لعيب وده اي مدير فني اجنبي ما بيدربش زيادة عن 25 لعيب على ذكر الباكليفت فعندك تلاتة مهمين جد التلاتة تؤال اوش فتوح عبدالله جمعة محمد عبدالشافي وارد وارد انا اللي بقول اوه وارد يبقى احمد ايمان منصور معاك كمان راجل بيلعب سنتر باك ويعرف يلعب ليفت باك فانت هيبقى عندك في المكان ده زحمة هل ممكن الزمالك يضطر يضحي بحد في يوم؟ حسب احتياجاته الفنية بس هو عندك فتوح ممكن بيلعب جناح عندك عبدالله ممكن يلعب هف يعني في مرونة عبدالشافي طبعا خلي بالك ان اللعيبة الكبار اللي موجودة ايميج كويس لها الزمالك ومحترمين وجودهم ضروري يعني مش شرط ان اللعيبة فجأة تلاقي ايه الفرقة كلها معدل اعمار 22 الموضوع مش يستقيم طبعا يعني وجود شكبالا طبعا 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 ووجود ولعيبة كبار ومؤثرين يعني قادرين ان هما بيلعبوا وشكبالا بينزل يجيب جهول بيمي الفرقة بيكلم في قائد جوه الملعب ولازم يبقى في قائد جوه الملعب وقائد بره الملعب فوجود عبدالشافي مهمة جدا وفتوحه وعبدالله طبعا صغيرين ممكن يلعبوا في البوزيشونات اكتر يعني المين وشمال مختلفة يعني مش شرط ان هو يتوظف في الحتة دي وهو دايماً أنه راجل بيحب أن اللعيب اللي يلعب فيه أكتر مما كان لأنه دايماً هو في طريقة إدارته لأي فريق بيصنف اللعيبة اللي موجودة عنده زي عبدالغاني مثلا عبدالغاني مين اللي يحطه في الهاف الدفندر دي مفاجأة كابتان إسماعيل دي مفاجأة يعني فيه وقت إحنا كنا كلنا بنقول مين يعوض طريق حامد كلنا كل الناس اللي بتابع كرة في مصر يقولك طريق حامد لا يعوض في الزباك طبعاً محمد عبدالغاني مش طريق حامد لسه يعني عشان القدرة بس قفل الحتة دي بشكل رائع طبعاً طبعاً ما هي دي عبقارية المدير الفني اللي بيشغل نفسه دايماً بالنقصات اللي عنده يعني هو نمار أصلاً وانجليفت طبعاً يعني نمار سيد نمار بيلعب وانجليفت صح فهو لما دايماً في إدارته لأي فريق هو بيسأل اللعيبة وان و تو سري يعني أنت تحب أحسن ما كامل تلعب في سرد باك طيب تاني مكان إيه فهو بيبقى في دماغه دايماً قبل في بداية شغله في بداية شغله عارف أن كريم ممكن يقدم ممكن يقدم السوديو تحليلي ممكن يقدم فاهم فلو في حصل نقص عنده في أي مكان فبيحطه بيحط البلان تو على طول انت كلاقة بعتقولي أنا بحب كذا وكذا وكذا وطبع مش عشان بتحب كذا وكذا يبقى تلعب كذا وكذا أنا هشوفك بس الأول الديني إيه وجه تنظر عنك أنا أفهم أنت تقدر تدي فين بالزبط هو ده اللي حصل بالنسبة للعب حتى لما يبقى فيه حمزة المسلوسي يا خبر على حمزة المسلوسي المكان اللي اخترعوا ليه يعني كاسر دباك تالت ويممكن يكمل ناحية المين أفضل النسخ اللي شفنا فيه حمزة المسلوسي نقولك أنا لو سألتك حمزة المسلوسي من 6 شهر تحب يكمل في النازل زماني كلنا إنما طريقة اللعب بتتحكم وإدارة المدير الفني بتتحكم في أداء اللعيب داخل الملعب ومدى التزامه بالواجبات اللي هو مكلف بيه وده نقطة مهمة وده هو أستاذ جمع فيها يعني بيشرح ويفهم وظيفة كل مركز إيه والمفروض منك إيه ولو تطلعت بره الإطار أوكي مفيش مشكلة بس لا تؤثر على مهمك الأساسية اللي هي الوزيشن اللي هو إنه حطك فيه طيب إذا ما لك أكيد محتاج مهاجم مصمم بلا مش أكيد على شكله الغد مش أكيد لا مش أكيد لا لا مش أكيد أهلوتي عندنا سيف الجزيرة في الزماني سيف فورما كويسة جدا وهم ده يعني يعني لعيب منتخب تونس ولعيب مميز جدا وجيت نظر أنا الشخصية إذا أنت هجيب مهاجم أجنبي ويقعد احتياطي أو سيف يعود لأحتياطي يبقى أنت أهدرت في بوزيشن تاني أو فلوس في مكان ممكن أنت تستفيد بيه فأنت ممكن تجيب جناح وارد أنه يلعب استراكل لو أحتاجته لو سيف مش موجود ممكن جناح يمين جناحين جناح شمال هو عمر السعيدي كمل ولا ما يكملش يعني ياخد فرصة في مكان تاني ولا ممكن الزماليك يستفيد يعني الأمور بالنسبة لعمر صعبة لأن الإصابة جاءت عطلته فترة كبيرة رغم أنه الراجل كان بدأ بيه في الأقل هو لايب كويس صراحة لايب كويس بس هو من نوع اللي هو ياخد على طول إنما أنت داخل تحدياتك كتير السنة الجاية في أفريقيا وصوبر وكاس وحاجات كتير ولو رجعت مرون كمان فبقى عندك البديل المصري الكويس ها 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 يعني ممكن عمر يبقى مجون ها ممكن يعني الراجل اختياراته مم مناسبة سيفي جزيل سيفي جزيل نفسه مستوى تحول هو كان لعب جيد على فترات في الزمالك يعني يدي مباراك وويس مباراتين وبعد كتلي بيهبط مباراة مباراتين ويهبط دلوقتي بقى اسم وعنصر في منتهى الأهمية في نادي الزمالك إيه اللي حول سيفي الجزيل كده أنا أسألك السؤال وكان عندي إجابة بس عايز ما أجابت حضرتك وطبعا قناعته بالفرير وهو الرجل يتكلم معه وجيه حصل جيه هو في قبل مطش في الدورج أهلي وزمالك أهلي وزمالك اللغة تأخر فيه في توليس يعني هو أنا هو دي بالنسبة لي نقطة التحول هي دي نقطة التحول لأ لأن الموضوع جد وأن الرجل ده محترم مش بهذر أنا بكلامك مجد يعني فيه أوقات إحنا كلعيبة هنعمل اختبرات للمديرين فنين وين يجي معنا هينزلني المطش أساسي أجي بعد التمرين ولحقا كان هو مسافر فعلا والطائرة تأخر فهو يعني بيحترم المجموعة اللي معا على فكرة الحق ما يفزعلش طبعا لما بتبقى فير انت يعني ممكن يطبق علي نظام أنا كاسماعيل يطبق علي نظام جواي أبقى محترم أو خصوء أو خصم فعلا أنا اتأخرت عن معادة أو ميتنج حصل مثلا مع الهد كوتش بتاعي وتأخرت فبيحصل خصم أو مايدخلنيش المحاضرة عادي جدا عشان هو لو أنه اتعملت من أول يوم كده هيخسر المجموعة اللي ملتزمة معا صحيح فهتلاقي اتنين تلاتة منهم يجوا المطش الجاي لا فهو عنده الموضوع أيا كان مين شكبالة يقدر يدي للزمالك قدي ربنا يطولنا في عمر في الملاحب طبعا بص دايما أقول إنه شكبالة لكل الجامهيل المصرية ربنا يطول في عمر كريم المواهب قلت المواهب قلت بنتنشأ على يعني بالزبط عشان كده أنا بسألك السؤال ده من منطق التحفيز أنت لعب كبير ولعب تاريخي في الكرة المصرية طول ما هو محافظ على نفسه يقدر يدي تلاتة أربعة سنة تلاتة أربعة سنة هايل بس بشارت إنه هو يستخدم في التوقيتات اللي حتطاله الراجل طول ما هو محافظ على فنو هو محافظ على فرميته ونفسيته كويسة الموضوع السنة ده بقى شفري كتب لا خلاص عبدالله السعيد تشايف أحسنة تنين لعيبة وجة نظر الشخصية يعني المؤسرين مع فراءهم السنة دي شيكابلة وعبدالله السعيد الزمانك محتاج عبدالله السعيد عبدالله لعيب كبير منتخب مصر محتاج عبدالله السعيد طبعا حال الوقت اه طبعا في رقم عشرة هو نمر واحد في مصر وعنده كم سنة لوقتي خالص دخل على 37 سنة ودخل على 38 سنة يحافظ على نفسه مؤسر حتى لو أنت مش هتلعبه من مباراك الله عنده مميزات كورسابتة بتحركات سروهات في مجهود يعني يشتغل به فترة 60 دقيقة على أقل بالفول باور بتاعه فلا عبدالله السعيد لعيب كبير لعيب كبير طيب في لعبة كده بنلعبها نهاية الموسم دايما يلا تشكيل الموسم ومعا كابتل إسماعيل يعني مدرب ولاعب كبير وتاريخي وكل حاجة فنعمل تشكيل لفريق الموسم في الدوري موسم 2021 2022 تعرف طبعا احنا في الموسم ده موسم كاما كابتل إسماعيل في 21 أنا نسيت والله مش الكاس القديم تلعب أنا كل يوم ببقى غلطاء أنا كل يوم بطلع بغلطة في سبب الكسر مش الكاس لو نبقيتش عارف وحنا في الكاس القديم ولا الجديد دلوقتي الكاس الجديد القديم تلعب حرص الزمان أنا طلعت مرة قولت كاس اللي حنلعب فيه دلوقتي ده قولت كاس 2021 2022 صديقي إعلامي محترم جدا دلوقتي بقيت لها نستجرام بيقول لها كريم 2022 2023 طلعي هم ده احنا لسه مش فنش 2023 يعني كمان هنلعب المستقبل هنلعب الماضي والمستقبل والحاضر خلاص هي طلابات نلعب التشكيل نبدأ بحرصة المرمى أنا هحطط لك اختيارات عشان برضو أفكرك بيها تمام ونشوف الأول أنا هقول لك حرصة المرمى محمد الشناوي محمد عواد محمد صبحي محمد جاد محمد بسام وبرضو لك الحق أنك تقول اسم من خارج الأسماء لا عواد محمد عواد محمد عواد محمد عواد تحول في المستوى أو يعني مش تحول لعب كان دايما على الدكة وخلينا منطقيين فبعض الأوقات كان مش يزنم بس كان يبقى عايز وما بياخدش خد صبر وما زهقش وشتغل على نفسه ويستحق اللي هو فيه يستحق اه طبعا 100% وانا اتفي معك طيب سناء الدفاع سناء نلعب بتلاتة ولا بتتنين انا رايي نلعب باربعة اتنين تتاتة واحد ونسبت عشان تعرف ترم تمام ايه رأيك ناخد سناء في السنتر باك محمد حمد الوينش محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم أسامة جلال أحمد سامش الوينش 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 واحد أسامة جلال الوينش وأسامة جلال أسامة جلال الاندية معينة ايه عشان هندفع كتير بس هاوبنا مش هاوبت على عبدالله السعيد ولا ما هاوبتش لا لا هاوبت عليه من ثلاث سنين من ثلاث سنين تمام يبقى سناء الدفاع وسامة جلال ووينش طيب زاير أيمن احنا منتكلم في عمر عبدالواحد حمزة المسلوسة هشام صلاح عمر جابر أكرم توفيق وأكرم توفيق برضا شلاح من نص المسلم الأول قبل نص المسلم أول صابع انا شايف ان هشام كويس جدا هشام صلاح للتحاد هشام صلاح اه كويس انا متابع من أول السنة عقب كويس وصغير في السن وممكن يجي منه مع تطوير سننا في بعض الأداء يبقى هشام صلاح ظهير أيمن نروح ليه الظهير الأيصر الظهير الأيصر أحمد فتوح علي معلول عبدالله جمعة جونسان نجويم إصحاق وياكوب فتوح فتوح على طول دون تفكير جونسان كمان عمل موسم حلو كويس جدا صح من لعبة حلو قوي فتوح مؤثر قوي اه نروح لحمد فتوح ظهير أيصر بحسب تشكيلة الكابتن إسماعيل يوسف فوسط مدافع نختار اتنين امام عشور عمر السلية محمد ريدا بوبو بلاتة توري وليد الكارتي امام عمر السلية بلاتة توري لعيب كبير بس جاه في يناير فأنا بأخذ بالي وبرده احسن واحد ستة في مصر مدهشة كابتن إسماعيل احسن واحد رقم ستة بيعملها زي الكتاب ما بيقول حقيقة وينق اللعب زي بيلف في ثانية ويعيب كبير جدا بس طبعا انا جي في نص الموسم هو والكارتي على فكرة الكارتي من احسن لعيبة تمانية موجودين في مصر برضو يعني لعيب كبير جدا لكن انا بقول عمر قبل ما يتصاب طبعا كان في مستوى كبير جدا صح وليحق انه موجودين وإمام عشور وإمام عشور طيب صانع لعيب لعب عشرة بقى محمد مكدي أفشي عبدالله السعيد محمد إبراهيم وحطت لك برضو عبدالتبير الوادي وإحمد سامير عشان اتنين دول كانوا سعب بيلعبوا عشرة في فرقهم فتختار ايه لغير منهم لسه من قبل الفقرة دي بقولك عبدالله السعيد عبدالله السعيد خلاص دي خلصانة ده قولا حسنما يعني فأنا اتفل معاك طبعا عبدالله السعيد صانع لعب رقم عشرة طيب جناح أيمن رمضان الصبحي عشان برضو كابتن أجاب جلال ويتكس لعبوه جناح أيمن عشان لعبوا إبراهيم عادل لجناح أيسر فجناح أيمن رمضان الصبح حسين الشحات أحمد سيد زيزو عبدالرحمن مجدي وليويس إدوارد الناس كلها كويسة بس زيزو طبعا زيزو فورما ما شاء الله عليه مصطفى شلبي أنا صراحة الحتة دي طبعا صعبة جدا لأن أنا بحب أحمد رفعت جدا المختنع به وعمل أداء متميز من السنة اللي فاتت من قبل ما يجي هطمنك إحنا هنحط برضو ستة عدكة بعد ما نخلص يعني إيه بقى أشرف وهو إيه بقى أشرف الأول صح كده أشرف في التشكيل السياح أحمد رفعت لعيب كبير تمام أشرف من شرقي في التشكيل السياح كجناح أيصر في هذه التشكيل تشكيلة كابتن إسماعيل يوسف مهاجم وحيد سيف الجزيري أحمد عاطف جون إيبوكا شهادي حسين مروان حمدي صعبة يعني صعبة طبعا إيبوكا كميس جدا عمل موسم خرافي وصغير 25 سنة وسريع وعنده التحركات طبعا سيف الجزيري في النص الأخير في الدوري كان متميز جدا شهادي عمل موسم أكتر ممتاز برضو مع سيراميكا وجايب أحسن هدف الدوري صح رائع حقيقة مروان برضو معاطف يعني المجموعة دي مجموعة جمدة جدا يعني هظلم أي حد لو قلت واحد واثنين بس مجبرين بقى بدلاً ما أنا مع كريم مجبر إن أنا أحط إيبوكا وسيف الجزيري ما إحنا عايزين واحد وهنحط واحد عديد اختار واحد في الأساسي وواحد عديد سيف سيف أساسي سيف وإيبوكا معاه طيب يبقى سيف جعفر في التشكيلة الأساسية نحط سيف جعفر سيف الجزيري سيف جعفر برضو العيب في الزمالك سيف الجزيري في التشكيلة الأساسية ودي تشكيلة الكابتن إسماعيل يوسف الأساسية اللي أفضل تشكيله في مصر موسم 2021-2022 محمد عواد في حراسة المرمى خاطر الدفاع هشام صلاح الوينش أسامة جلال أحمد فتوح وسط الملعب عامل السلية إمام عشور ودامهم أشرف بن شرقي وعبدالله السعيد وزيزو وسيف الجزيري تشكيلة جامدة والله أوي تخد كسر عالم نفسه أضررهم صحيح نحن نحط الدكة كمان إحنا دقاءة سنختار ستة على الدكة ستة ماشي ستة سبعة بقى 18 يبقى سبعة سبعة نحط سبعة حراسة المرمى الشناوي 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 يمام محمد الشناوي معنا على الدكة الدفاع ياسر إبراهيم عجبك ياسر إبراهيم مستوعة يبقى ياسر إبراهيم هتحط لنا الدكة ولا مش هنحط الدكة هنخليها بس فربلي آه هيبتاجها الشناوي ياسر إبراهيم ومين في زايل أيمن على الدكة عمر كمال عمر كمال عبد الواحد زايل أيسر جونسان جونسان نجوين وسط مدافع بلاتة توري بلاتة توري طيب كمل بقى التشكيل عشان إحنا عندنا لها تسع خطوط وإحنا عندنا سبعة دكة بلاتة توري عدك تمام من الصنع العاب والجناح الأيمن أيوة وجناح الأيسر والمهاجم إنت محتاجة تنين محتاجة تنين أحط محمد إبراهيم أحط محمد إبراهيم صنع العاب وإحنا أحط رمضان رمضان صبح إبراهيم عادل مش لا العيب كبير بس مش تحطت في تشكيل بتشوف اللي هتلعب بيه أنا متشوف اللي هتلعب بيه أنا متشوف اللي هتلعب بيه قائمتي بقى أنا متشوف اللي هتلعب بيه مرة أخرى قبار ما نجهز بالدكة تشكيلة كابتن إسماعيل يوسف الأسايل موسم 2021-2022 محمد عواد في حراس المرمى خط الدفق إحنا قلنا السادس والسبعة من في الدكة يا كابتن؟ إحنا الشنناوي ياسر إبراهيم عمر كمان عبدالواحد وإحنا سنناوي محمد إبراهيم ومن ثاني؟ محمد إبراهيم تشكيل لأساية محمد عواد أحمد فتوح أسامة جلال الوينش هشام صلاح عمر السلية أمام عشور أشرب من شرق عبدالله السعيد زيزو سيف الجزيري والتشكيلة الاحتياطية محمد الشنناوي ياسر إبراهيم عمر كمان عبدالواحد جونسان ورمضان صبحي ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم ممكن يرجع الزمالك تاني؟ هو جدد جدد نهاء بس الزمالك ميتفوتش هو يعني هو لقي نفسه أكتر هو عامل موسم من شاء الله يلعب منتخب يعني لأنه هو هو وعبدالله في المكان دا لو بنلعب عشور مش عامل موسم أي التشكيلة احتياطية كمان والتشكيلة لسية للكابتن إسماعيل يوسف لهذا الموسم هالتشكيلة فعلا حلوة أوش معقول تاخدها وتروح المنتخب بس هنشيل كام واحد أجناب اللي فيها كابتن إسماعيل يعني دايما بتشرفه دايما بتنور دايما بسعد جدا بتواجدي معك وفقور جدا إن حركتها معي باسم كبير في الكرام مصرية دايما وإن شاء الله نتقابل على خير دايما أشكرك شكرا جزيلا كابتن شكرا جزيلا ده كان ختام مسك مع كابتننا الكبير كابتن إسماعيل يوسف وده نهاية حلقاتنا النهاردة من رقم عشرة أشوفكم يا رب على التخير